السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وصورة ومعلومة دي صورة المنطقة اسمها فوهة الجحيم أو بوابة الجحيم ومعروفة برضو باسم حفرة غاز دارفاز ودي عبارة عن حفرة غاز عجيبة موجودة في توركمنستان الفوهة دي مشتعلة بشكل مستمر بقالها أكتر من 50 سنة بدأ يشتعل فوهة الجحيم دي بالصدفة عن طريق جيولوجيين سوفيت سنة 1971 كانوا بينقبوا على الغاز الطبيعي وفجأة نهارت الأرض تحت الحفارات فظهرت حفرة ضخمة فمن خوفهم أنه ممكن يكون في بعض الغازات السامة اللي بتطلع من الحفرة دي أشعالوا النار في الحفرة وتوقعوا أن النار هتنتهي خلال أيام ومن الوقت اللي تم إشعال فيه الحفرة دي في سنة 1971 لحد النهاردة الحفرة منزلت مشتعلة والنار مستمر كتر الحفرة حوالي 70 متر وعمقها 20 متر جدران بتتكون من طبقات من الطين والحجر الجيري والنار المشتعلة في الحفرة بتتغذى من احتياطيات الغاز الكبيرة اللي موجودة أسفل المنطقة والنار النتجة من اشتعال الغاز في الحفرة نار شديدة جداً وممكن الشعور بها من مسافات بعيدة ودرجة الحرارة عند فوهة الحفرة ممكن يوصل لألف درجة مقوية المنظر مرعب وعجيب في نفس الوقت حاولوا أن هم يطفوا ألسانة اللهب والنار دي لكن فشلوا فوهة الجحيم بتعتبر تلوقتي من أهم الأماكن السياحية في التركمانستان وبدأوا يستخدموها في مشاهد سينمائية وكمان في ألعاب الفيديو المنطقة دي ما جذبتش السياح بس لكن كمان جذبت اهتمام العلماء كموقع بحث مهم جداً بسبب البيئات القصية والنظام البيئي الفريد اللي بيحيد بالفوهة ودراسة أشكال الحياة المختلفة خاصة أنها بيتشابه مع بعض البيئات اللي موجودة في الكواكب اللي موجودة في المجموعة الشمسية في الخطة من منطقة أبواب الجحيم أو فوات الجحيم في تركمانستان هي منطقة عجيبة وغريبة وفريدة على كوكب الأرض وجذبت اهتمام السياح واهتمام العلماء وأثارة الفضول عند كل الناس من غمضها ومن شكلها الفريد والمميز كده خلصت حلقتنا من صورة ومعلومة نتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة ما تنساش تشتري في القناة وتفعل زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته